ايام قليلة مضت على اعفاء الادارة الامريكية مبعوثها الخاص الى مناطق الادارة الذاتية ديفيد براونشتاين من منصبه والاكتفاء بتسمية دبلوماسي ايثان جولداريتش مسؤولا عن التواصل بما يخص الملف السوري الى جانب الشرق الاوسط بدلا من تسميته مبعوثا امريكيا خاصا الى سوريا ونقلي جميع الملفات المتعلقة بالعلاقات مع قسد الى المسؤول الجديد سريعا يحط ايثان ضيفا على مناطق الادارة الذاتية ويلتقي بعدد من المسؤولين في قسد والادارة الذاتية لبحث جملة من الملفات بحسب وسائل اعلام مقربة من قوات سوريا الديمقراطية تقول المصادر ان المسؤول الامريكي التقى مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية وإلهام احمد رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية وعدد من الشخصية الاخرى تناول خلال اللقاء ضرورة الالتزام بالتهديئة وتثبيت الاستقرار والحفاظ على اتفاق خفض التصعيد الحالي كما تناول اللقاء التركيز المشترك لمكافحة تنظيم الدولة إضافة إلى التهديدات التركية المتمثلة بشن عملية عسكرية ضد قسد تنتهي زيارة المسؤول الامريكي ويخرج بعدها مظلوم عبدي في لقاء صحفي مع قناة الحدث رافعا سقف الخطاب السياسي مع نظام الأسد متهمه بعدم الجدية في التفاوض وتعويله على أسلوب المصالحات إلا أن مناطق سيطرته تختلف عن مناطق أخرى فلا تنفع معها أساليب المصالحات والعفو يقول عبدي مشيرا إلى أن قواته تبلغ أكثر من مئة ألف مقاتل قادرون على الدفاع عن المنطقة إذا تطلب الأمر ذلك دعيا النظام للاعتراف بالإدارة الذاتية وضمان خصوصية قوات سوريا الديمقراطية وتلك ملفات يعتبرها أساسية للتفاوض أما عن توجه الإدارة الذاتية إلى حكومة الأسد لحل الأزمة السورية وتصاعد التهديدات التركية يشير عبدي إلى أن المنصات الدولية كجينيف وأستانا وسوتشي لم تحرز أن يتقدم لذلك يعتقد أن الحل يكمن في الحوار المباشر بين القوى العسكرية الفاعلة على الأرض ونظام الأسد معتبرا ذلك السبيل الوحيد لحل الأزمة بعد عشر سنوات فما دلالات تلك التصريحات وما هي التطمينات التي حصل عليها عبدي من المسؤول الأميركي المسكرية الشاملة تنزل جميع القصصات ترجمة نانسي قنقر